أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضية وحوار والتي نتحدث فيها عن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية ومسؤولية البشرية عن ذلك وفي هذه الحلقة نتساءل هل التغيرات المناخية وهم أم حقيقة؟ ما هو الاحتباس الحراري وما هي أسبابه ومخاطره على البشرية؟ ما علاقة التغيرات المناخية بازدياذ حصول الزلازل والأعاصير؟ وما هي مسؤولية البشرية في تسريع تواتر حدوث الكوارث الطبيعية؟ وهل تفلح هيئات إدارة الكوارث في التخفيف من آثار تلك الكوارث؟ وما هي مؤشرات كل تلك التغيرات لعمر البشرية ونهايته؟ للإجابة عن هذه التساؤلات في هذه الحلقة من قضية وحوار أرحب بالخبير في شؤون البيئة والتلوث البيئة الدكتور نعيم الأنصاري دكتور نعيم أرحب بك في قضية وحوار أهلا بسهل بك في البداية دكتور في فترة التسعينات كان موضوع ثقب الأوزون ربما يسيطر على كل نشرات الأخبار فيما يتعلق في الحديث عن شؤون البيئة ثم اختفى الحديث عنه وظهر الحديث الآن عن الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض ما زال هناك بعض من يشكك في أن كل هذا الأمر برمته قد يكون قد تم المبالغة فيه أو قد يكون لا أساس له إذن هل التغيرات المناخية برمتها وهم أم حقيقة؟ في الواقع القضية لا تتعلق بموضوع التشكيك لأن مسألة التشكيك معنات أن هناك العملية كلها لم يكن لها أي أساس علمي وليكن لها أي إثباتات أو حقائق علمية في حين أنا أقول بأن هناك علماء وهناك متخصصين تأكدوا وقاموا بتجارب وهناك على سبيل المثال وكالة الفضاء الأمريكية ناسا هناك متابعة بالنسبة إلى ارتفاع درجات حرارة جو الأرض وأنا شخصيا من على موقعهم على الانترنت جمعت درجات الحرارة لمدة حوالي أكثر من عشر سنوات وقمت برسم خط بياني على الكمبيوتر فوجدت هناك فعلا ارتفاع في معدل حرارة جو الأرض فالارتفاع حقيقي الآن التشكيك بماذا؟ هل أنه تشكيك الأسباب؟ لعل البعض يعزوا أنها لم تكن هي الأسباب الفعلية لذلك إذن الظاهرة التغير المناخي هي ظاهرة حقيقية وارتفاع درجة حرارة الأرض هي ظاهرة حقيقية ولكن التساؤل هو عن سبب هذه الظاهرة وارتباط هذه الظاهرة بالنشاط البشري إذن هذا يقودنا للحديث عن أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع وارتباطها طبعا بارتفاع درجة حرارة الأرض والهما مرادفان لمعنى واحد ارتفاع درجة حرارة الأرض والاحتباس الحراري؟ هو الاحتباس الحراري سبب الارتفاع عندما احتبست الحرارة ولم يكن هناك إمكانية أن تنتشر في الفضاء بسبب وجود بعض الغازات التي لها القابلية على الاحتفاظ بهذه الحرارة سببت طبعا هذه الحرارة ارتفاع درجة الحرارة القضية وما فيها أن العلماء عندما بدأوا يتحدثون عن الاحتباس أو ظاهرة التسخين الحراري لجو الأرض لجلوبال وورمينج بدأوا يربطون لماذا لم يكن هناك احتباسا أو ارتفاعا في درجات حرارة جو الأرض قبل حدوث الثورة الصناعية في أوروبا لماذا؟ ولكن هنا اسمح لي دكتور نعيم هل كان قبل الثورة الصناعية أرشف وتأريخ لدرجات حرارة الكرة الأرضية كما هو الآن؟ نعم هناك أرشف فعلا هناك أرشف من سنوات من القرن الثامن عشر هناك سجلات موجودة ومحتفظ بها ومراقبات العلم موجود يعني إحنا الآن وصلنا إلى ذروة الاكتشافات العلمية وبعد هناك كثير من الأمور لم تكتشف لحد الآن بس التسجيل موجود الركورد كلها موجودة فعندما تقارن ما بعد الثورة الصناعية وجدوا أن هناك ارتفاع والارتفاع هو ارتفاع لم يكن بالشكل المتوقع أصلا ما هي نسبة هذا الارتفاع؟ الارتفاع يعني مثلا أولا الارتفاع في درجة حرارة جو الأرض تقريبا بين نص إلى درجة نتلاحظ هذا من القرن من بداية الثورة الصناعية من بداية الثورة الصناعية إلى حوالي الفترة التي هي حوالي تقدر تقول أكثر من وقتنا الحاضر نقدر نقول لأنه نسبة ثانية كثير الكاربون بعد الثورة الصناعية زادت في جو الأرض إلى أربعين الآن وصلت إلى خمسين بالمئة عن النسبة الأساسية الآن لو تسأل كيف عرفه ذلك غاز نفس الكاربون هو نفس الغاز ولماذا كيف حسبه ذلك؟ الكاربون اللي موجود سابقا هو كاربون مشع باعتبار أنه سابقا الإنسان كان يستخدم الأشجار الخشب الخشب هذا موجود فيه كاربون تلاحظ اللي هو أحد المواد العضوية اللي تكون هذه النباتات أو الأشجار النسبة للزيادة اللي جاي الكاربون اللي بيه غير مشع وهذا جاي من النفط من الفحم الحجري لأن هذا تكون على مدى ملايين السنين مع هذه الفترة الطويلة اللي هي ملايين السنين فقد الكاربون إشعاعه فتكون ثاني أكسيد الكاربون اللي موجود الآن في الجو اللي هو بعد الثورة الصناعية نتحدث عنه الزيادة هذه من الكاربون اللي هو موجود ضمن ثاني أكسيد الكاربون اللي غير مشع أكسيد الكاربون الكاربون الغير المشع اللي هو السبب الزيادة الناتج عن حرق حرق الفحم وحرق البترول بترول والتيجة تداعيات الثورة الصناعية في العالم هذه النسبة ذكرت بأنها خمسين ارتفاع بنسبة خمسين بالمئة خمسين الآن يقدروها جماعة بين أربعين إلى خمسين بالمئة أنا ذكر قبل عشرين سنة كانت ثلاثين الآن زادت بعد أكثر خمسين بالمئة من القرن الثامن عشر متصف القرن الثامن عشر إلى الآن نعم يعني حوالي مئتين سنة فقط نعم هل هذا يعني أنه إذا تم السماح والتساهل في انبعاث الكاربون بهذه النسبة خلال مئتي سنة أو أقل ستكون نسبة الكاربون مئة بالمئة وزيادتها مئة بالمئة طبعا رح زيد زيادة عن اللي موجودة في الجو أصلا فهذا يعتبر عملية غير طبيعية وهذا معناته هناك كميات إضافية من الحرارة سوف تحتبس في هذا الجو على ما تشكل كما نسميه green house effect كما هو الحال عليه في بيوت الزجاجية عندما أنت تزرع في داخل قاعات كلها هذه القاعات الزجاجية حتى تحتفظ بدرجات حرارة وتهيئة للنبات في الشتاء مثلا فهذا الغاز ومع غازات أخرى طبعا غاز الميثان غازات كاسيد النايتروجين اللي عندك البخار الماء عندك اللي كانت أيضا إلى دور الآن بدأت تتقل اللي ذكرت في بداية البرنامج أنه كان تأثر على غاز الأوزون والآن الحديث صار على التسخين أو الاحتباس الحراري باعتبار أن الأوزون بدأ الأمور تنحل عندما استثنوا أو بدأوا يوقفون إنتاج مواد فيها غازات الكلورو وفلورو كاربون واللي كانت تستهلك هذا الغاز هذا هو الحديث اللي حاصل الآن هو كله على التسخين أو الاحتباس الحراري طب من هو أو ما هو العامل المباشر الذي يتسبب في إطلاق هذه الكميات الهائلة الدول الصناعية النصف الشمالي من الكرة الأرضية والدول الأخرى مثل جنوب أفريقيا والهند وإستراليا وغيرها من الدول للصين طبعا هذه كلها دول صناعية يعني لا يخفى أنك ميركا دولة صناعية كبرى بريطانيا دولة صناعية فرنسا ألمانيا أوروبا كلها الآن الاتحاد الأوروبي كلهم دول صناعية كلهم ينتجون بنسب متفاوتة كمية معينة من غاز ثانوكسيدي الكاربون وتأتي بالدرجة الأولى أمريكا بين 25 إلى 30% فهذه النسبة من الانبعاث الكاربوني اللي سببتها هذه الصناعات الثقيلة في إنتاج السيارات إنتاج المعدات إنتاج السلع الاستهلاكية المواد المختلفة الطبية أجهزة مختلفة هذه كلها تحتاج إلى طاقة الطاقة هذه من وين يحصلون عليها طاقة كهربائية حرق كميات كبيرة من البترول حرق كميات كبيرة من الفحم حرق كميات استخدامات الطاقة النووية الوقود النووي كلها طبعا ما عدا الوقود النووي اللي راح يتجهولها الآن إنه هذه كلها نتجة أو أنتجة هذا الغاز الكميات الكبيرة من الغاز ثانيكسيدي كاربون ما تأثير أيضا هناك من يقول بأن أعداد الهائلة من وسائل المواصلات العامة السيارات والخاصة والانبعاثات أيضا التي تنتج عنها لا تقل خطورة عن الانبعاثات التي تصدر من المصانع نتجة لوجود رقابة على المصانع في نسب انبعاثات غاز ثانيكسيدي كاربون هذا صحيح طبعا لا تنسى في بريطانيا على سبيل المثال عندما بدأوا يدرسون الوضع هذا وضع السيارات وضعوا ستاندردز معايير للسيارات التي تستخدم في أوروبا لاتحاد الأوروبي على أن السيارات تكون مواصفات الانجين مالتها الماكنة بالمواصفات التالية والسيارات القديمة الآن بدأوا يشجعون حتى يستبلوها الحكومة بدأت تشجع نطي مبلغ معين اخذ سيارة جديدة هذه بدأت تقضي على ظاهرة الانبعاث أو نسبة الكاربون التي تنبعث من السيارات تتحدث عن الدول النامية التي تستخدم سيارات مكائنة قديمة مكائنة غير بمستوى الكفاءة الموجودة في أوروبا هنا المشكلة دول أخرى خليجية مثلا أنا لا أعتقد الستاندرد مال السيارات ما موجود في بريطانيا المقيس والمعايير الدولي أبدا ما أكو ذلك الاهتمام في الدول الأخرى مثلا الهند مثلا تروح في دول عربية نحن لا نذكر اسمها الدول العربية عدم سيارات قديمة جدا وهذه الانبعاثات الدول الأوروبية وبأميركا بدأوا يتخذون إجراءات لأنه هم يعتبرون نفسهم هم الدول اللي يقدرون يوصلون إلى هذا الحل لما يوصلون إلى هذا المستوى من التطور وليس أيضا لأن ذلك له آثار خطيرة آثار صحية خطيرة مباشرة على صحة الإنسان هذا لا شك فيه هذه المواد المسرطنة اللي تنبعث من البترول من البنزين السيارات عند موادات يسموها المواد يسموها الحلقية الأرماتية اللي تنتج من نتيجة عدم الاحتراق المتكامل للبترول هل تخرج وهذه كلها مواد مسرطنة هو البنزين أصلا البترول هذا اللي في السيارة هو هذا الشم يسبب مع مرور الزمن يسبب سرطان فإحنا نعرض الجو نعرض الصحة العامة كلها إلى مخاطر كبيرة هناك مخاطر كبيرة قبل أن نربط هذه الانبعاثات بارتفاع درجة حرارة الأرض وبالتالي مخاطر ارتفاع درجة حرارة الأرض على الكوارث هناك خطر كبير وحقيقي من هذه الغازات نفسها على صحة الإنسان هناك بداء يروج لها في البداء البيئية والأقل ضررا بالبيئة من الوقود الطبيعي والاعتماد بشكل كبير على الوقود والطاقة النووية هل تشكل هذه بدائل في المستقبل للتخفيف من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون؟ هم الآن الدول الصناعية والأمريكا وهذه الدول التي اجتمعت واتفقت أنا أتحدث عن الدول المتقدمة التي يسمونها الديبلوبت كونتري وليس دول النامية هؤلاء يروجون أكثرهم إلى استخدام الطاقة المتجددة لكن على المدى القصير لا يستطيعون أن يحققون الهدف من تخفيض نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون إلا بتغيير نوعية الوقود في محطات الكهرباء والمصانع التي تحتاج كميات هائلة من الطاقة الكهربائية ويجب أن تحرق كميات هائلة من الفحم والبترول حتى توفر هذه الطاقة فهم قالوا أفضل شيء دعونا نروح إلى الوقود النووي مشكلة الوقود النووي نعم ما يولد غاز ثاني أكسيد الكربون مشكلة النفايات النووية إذا هذه النفايات النووية زادت عندنا إيش راح نسوي فيها إذا هون يحفرون مئات الأمتار تحت سطح الأرض حتى يدفنوها لأنه تبقى ضارة أو يرسلوها إلى البلدان المتخلفة والنامية هذا ما يحصل في كثير من الصفقات السرية هذا ما يحصل من الصفقات ويرموها في ماكن يدفنوها والناس ما تعرف لأنه أنت تعرف الإنسان حتى يقدر أن يتحمل الجرعات الأشعة النووية ما يتحمل أكثر من واحد ميلي سيفرد ميلي سيفرد هي أعلى شيء حددتها منظمة الصحة العالمية الويلد هيلث أرغنزيشن بس لهذه النفايات تضطي أكثر من ميلي سيفرد تتشوف تضطي عشرخ مستعش عشرين ربما خمسين فهذه تعتبر ضارة يجب أن يتمون دفنها في الممد خطورتها أيضا على البيئة على الأرض وعلى الكائنات البشرية ككل على الإنسان وعلى كل مقومات الحياة في البلدان معروف إشعاع النووي أثر على الإنسان يسوي السرطنة للإنسان مصرطنة وقسم السبب أيضا في العراق عندك مشكلة هذه اليورانيوم المنضب هذا اللي هو استخدموه في الحرب الخليج الآن موجود في البصرة عدم سرطان كثير عدم تشوف المواليد كلها سبب الإشعاع النووي يؤثر مباشرة على الحمض النووي الديناي وهذا رح يسبب إيش؟ تأثيرات إذا الإنسان ما تأثر أطفاله اللي رح يجون يتأثرون مشوهين إذا هو وربما أيضا الأجيال القادمة لأنه التغيير بالضبط في الحمض النووي للإنسان يبدأ يحمل الجين المعطوب التالف ويمرر إلى الأجيال الأخرى وبالتالي تشوف جيل بعد جيل يصيب هذه التشوهات الخلقية دكتور نعيم أنت حقيقة دقيت ناقوس الخطر في كثير من الميادين ارتفاع نسبة غاز ثاني الكربون خلال أقل أو أكثر بقليل من 200 عام إلى 50% والأخطار الكبيرة لهذه الإنبعاثات أصلا غير الحباس الحراري البعض يربط ارتفاع درجة حرارة الأرض بحصول الأعاصير والأمطار الغزيرة والفيضانات لجهة ارتفاع درجة حرارة الأرض يؤدي إلى ذوبان كتل جليدية إضافية وبالتالي يستسبب في هذه الدورة ممدى مرة أخرى ممدى علمية ودقة هذا الربط بين التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض العلماء بدأوا يربطون ما بين انصهار الجليد في المناطق القطبية وما بين ارتفاع درجة حرارة جو الأرض هو كيف أنت تقدر تتحد أو تحس بهذا الارتفاع أو تقدر تجيب الدليل تتأكد من هذا وتتأكد من خلال الدليل الموجود إنه مو بالداخل إحنا إلا ارتفاع درجة حرارة مص أو زادت درجة أو درجتين أو ثلاثة نحن نحس فيها القدر نتكيف لهذا التغير بس التغير في المنطقة القطبية عندما تجد هناك كتل هائلة من الجليد بدأت تتكسر وتنصهر وبدأت تتحرك تسير في المحيط وتتجه اتجاهات إلى أن يكتمل انصهارها هذه هو أحد الأدلة الذي يثبت بأن هناك فعلا ارتفاع وهناك بعثة المسح البريطانية البريتش أنتاكتكا سيرفي هناك بعثة موجودة في روسيا كل واحدة موجودة في منطقة معينة الروسية موجودة في منطقة بورتكس الثانية اسمها موجودة في منطقة راذرلاند اسمها البريطانية وهناك بعثات كندية نرويجية سويدية كلها موجودة تراقب تشتغل يعني ذولا مستمرين على طول السنة يراقبون درجات الحرارة ومن هناك أخذوا عينات من الجليد اللي هو على مسافة 3 أو 3 أو 3 وأخذوا هذه الغازات المحصورة فيما بين هذا الجليد ووجدوا بأن هناك نسبة هذه الفقاعات المحصورة إنها خالية من أي غاز نرويجية كربون اللي هو ناتج عن احتراق الوقود الكربوني اللي هو مثل الفحم الحجري اللي نسميه بشكل عام الفصل فيولز ما مؤشر ذلك فمعناته أنه هناك زيادة جاءت من الوقود البترولي والفحم الفحم الوقود أقصد الحفوري بشكل عام فالعملية وما فيها إن الدراسات كل هناك تتم وإهدانها مو بها السهولة بس الإحساس والارتفاع يحسون بي ويراقبوه مثلا كما ذكرت في البداية أنا ناسا في الوقات الفضاء الأمريكية تتراقب الارتفاع بس هناك الأدلة والشواهد تشوف إنه الفيضانات يتحدثون عنه مين رح تجي رح تبدي منك الجبال الجليدية رح تنصهر وتيجي هل تمت دراسة علمية تربط بين ما حصل من كوارث قريبة للبشرية البشرية تعرضت قبل حوالي عامين إلى كارثة سونامي التي ضربت دول شرق آسيا وراح ضحيتها حوالي ربع مليون إلى ثلاثمائة ألف ضحية هذه الموجة التي كان لها لم يكن لها نظير قريب جدا بهذه الشدة وبهذه القوة هل هناك دراسات تؤكد فعلا صلة ارتفاع درجة حرارة الأرض والاحتباس الحراري بما حصل في أندونيسيا ودول شرق آسيا من السونامي عفوا السونامي عملية تختلف هنا حصل زلزال وحصل انكسار فيه قاع المحيط أو البحر في المنطقة هاي اللي حصل بها في تايلند وغيرها اندونيسيا وغيرها هذا زلزال حصل والزلزال ما لعلاقة طبعا الزلزال هي حركة الصفائح التكتونية اللي هي تشكل قشرة الأرض وهذا عندما حصل الزلزال تحت سطح البحار تلاحظ عندما صار انخفاء ارتفاع أدى إلى حصول موجة كبيرة تقدمت باتجاه السواحل وضربت هذه السواحل ودمرت ما دمرت وسمعنا بيئات الألوف من الناس قتلوا هذه ما لعلاقة بالأكباس ليس لها أي علاقة ما لعلاقة علمية بس أكو فيه ظواهر بالنسبة للمناخ يعني هناك كثير من العوامل المتداخلة المعقدة لأنه تنتج هذا المناخ اللي دن حسبي أحيانا وهذه العوامل منها مثلا كمية الحرارة التي تأتي من الشمس انت شو عرفت اسمعت قبل كم سنة حصل هناك ارتفاع هائل وموجات حرارة بدأوا يتحدثون عنها حتى هناك ناس في دول نتلاحظ مو الناس الأفريقية لا دول أوروبية ناس ماتت نعم في فرنسا قبل ثلاث سنوات ارتفاع درجة الحرارة من 35 في هولندا قبل سنتين في فرنسا رح العشاء ما هو كان تفسير هذا الارتفاع وهذه الموجات هذه الموجات فالسرع على اساس هناك انفجارات حصلت في قرص الشمس وزادت كمية السولر هيت الحرارة الشمسية أو حرارة الشمس اللي وصلت للأرض هذه تحصل أحيانا وهذه ليست جلوبال ورمينج نتلاحظ لكنه حصلت الانفجارات بشكل شاد لأننا عندنا مثل يقول كل قاعدة تنشواذ فهذه شذت في هذه السنة وبعد ذلك أرسلت هذه الطاقة للأرض وحصل هذا الارتفاع وحصلت هذه الموجات الحر اللي احنا سمعنا عنها ولكن تواتر حصول الزلازل خلال فترات متقاربة بهذه الشدة وبهذه الدرجة ربما من التدمير ألا يؤشر إلى ارتباط ذلك في التغيرات المناخية بالتغيرات التي تصيب الكورو الأرضية ككل؟ الحقيقة هذه الزلازل العملية قاما ذكرت لك قبل شوية أنه تتعلق بالصباح التكتونية والصباح التكتونية عندما تتحرك مع بعضها لأنه الآن مثله وعساس الكورو الأرضية ليست كتلة متكاملة وإنما على شكل قطع هذه القطع تتحرك ببطء تتحرك واحد سنتمتر يمكن أو بكل عشر سنوات فهذه الحركة عندما تضغط وحدة على أخرى أحيانا الصفيحة تصعد وحدة على أخرى فيحدث الزلزال ما السبب؟ السبب أنه طاقة في الأرض محصورة ولهذا السبب طاقة هذه لو كان هناك بركان البركان صمام أمان هذه الطاقة فلا يحدث الزلزال لكن عندما لم يكن هناك تنفيذ فتبدي الحركة هذه والطاقة في باطن الأرض التي سببها منيئة حتى يعني كثير من الناس يسألون من أين تجاه الطاقة؟ مواد مشحة تضطح حرارة بملايين الدرجات هذه الطاقة أين تذهب فتصير حركة وبعد ذلك هذه الحركة للصفائح أو قشرة الأرض تؤدي إلى حصول انكسار في منطقة معينة هبوط ارتفاع لصف هذا الزلزال كما نسمع عنه إذن لا يمكن ربط الزلازل كظواهر طبيعية وكوارف طبيعية بتغيرات المناخية والاعتباس الحراري أم أن هناك دراسات ما زالت ترصد احتمال أن يكون لارتفاع براكين الساهم في زيادة ارتفاع درجة حرارة جو الأرض أيضا تساهم فيها العملية من خلال ما تلفظها من حمام من طاقة حرارية إلى الجو وتستمر فترة طويلة وحراراتها بالمئات الآلاف من الدرجات فنعم تساهم بهذه بس هي كعامل رئيسي أو أساسي في العملية لا هناك كوارث أخرى ربما يكون لها ارتباط مباشر بارتفاع درجة حرارة الأرض والمناخ لجهة الأمطار الغزيرة الفيضانات الأعاصير حصل في الويضاد المتحدة أيضا قبل أعوام فيضانات شديدة في وليات المتحدة الأمريكية الجنوبية هل للفيضانات والتي تحصل بشكل متكرر في الويضاد المتحدة الأمريكية هل لهذه الأعاصير وتلك الفيضانات أيضا ارتباط مباشر بالاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض هذه العاصر تتكلم عليها أو يسموها تورنيدو حتى في أمريكا معروفة هاي مشهورة القمعية الشكل اللي يصير مثل الفنل هذه سببها طبعا أنه أيضا الحرارة درجة الحرارة عندما ترتفع تزيد كمية البخار بخار الماء وعندما تزيد كمية بخار الماء اختلافات تصير في الضغط في نظام الضغط اللي يسموه عبارة pressure systems من يصير اختلافات تكون هذه وابتدى تتحرك إلى مناطق فلوريدا وغيرها من المناطق حتى هذه كل مرة قبل كم سنة اجانا عصار قونو اللي اجى من المحيط الهندي وضرب عمان ونزل إلى الخليج وضرب حتى الامارات ايران ضرب دول خليجية فهذه كلها سببها أيضا هناك ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الحارة هذه والتي ستسبب زيادة البخار ومن البخار بعد ذلك اختلاف الضغط وحركة ايضا الرياح وحركة التيارات المحيط كلها عوامل يساعد على تكوين مثل هذه الظواهر او الكواب الآن ما هي ماذا مسؤولية العالم والبشرية عن هذه التغيرات وما مدى تأثير مجموعات الضغط ربما في حرف سياسات الدول الصناعية لانقاذ البشرية هذا السؤال سأستمع إلى جابته بعد الفاصل اعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا فابقوا معنا اهلا بكم اعزائي المشاهدين مجددا في هذه الحلقة الجديدة من قضية وحوار ارحب مرة اخرى بضيف الحلقة الخبير في شؤون البيئة والتلوث البيئة دكتور نعيم الانصاري ونحن نتحدث عن التغيرات المناخية ومسؤولية البشرية عنها دكتور نعيم اذا هناك ارتباط مباشر بينما حصل ويحصل من عاصير وفيضانات وارتفاع درجة حرارة الارض والاحتباس الحراري لان ما هي المسؤولية مسؤولية البشرية ومسؤولية الدول الصناعية ربما نتيجة لما ذكرت من انها هي الاكثر دول التي يصدر عنها انبعاثات لغازتاني ما هي مسؤوليتها امام مسألة التغير المناخي اولا المسؤولية طبعا مسؤولية كبيرة باعتبار هذه الدول هي التي تساهمت باكثر كميات من الانبعاث الكربوني الى الجو وبالتالي بدأت ايضا تتخذ اجراءات في تغيير التقنيات الموجودة التكنولوجيا الموجودة في المصانع في السيارات كما ذكرت قبل قليل بدأت تتغير من كل هذه الامور حتى تقلل من الانبعاث الكربوني بقية اشقد تقدر تساعد هذه الدول باعتبارها دول غنية وتقدر انه تساعد الدول اللي دا تسبب ايضا مشكلة في الانبعاث الكربوني اللي هي الدول النامية هذه الدول اللي دا تقوم بعملية ازالة الغابات حتى تبيع الخشب وتوفر مورد اقتصادي أو مورد حتى تعتمد عليه فيه مورد ذلك على ارتفاع الحرارة الأرض هذا مهم جدا لانه انت عندما تزيل من يقوم بترشيح الهواء وتخليص الهواء من هذه الغازات الثانوكسيديكاربون فعناتها هذه الكمية اللي كان هذا النبات نعم كان يمتصها ويخلص الجو من هذا الغاز انت ازلتها فرح تبقى وتتراكم في الجو مع تراكمها رح ترفع باستمرار درجة حرارة جو الأرض على الرغم من ان دراسة امريكية صدرت مؤخرا قلت من اهمية ارتباط المساحات الخضراء وارتفاع درجة حرارة الأرض وقالت بان ازالت بعض المساحات الخضراء في الولايات المتحدة الامريكية لم يؤثر على ارتفاع درجة حرارة الأرض في تلك المنطقة ما مدى دقة مثل هذه الدراسات والله اني شوف هناك لا تنسي هناك بعض الناس اللي هم الاصحاب الرجال العمال هذا النوع من الامور يبدون يروجون الها حتى تستمر الامور على ما هو عليه وبالتالي العمل مالهم وتجارتهم هذه الرابحة يستمرون فيها يعني هناك استغلال تصادي وربما تسياسي سنتحدث عنه لموضوع البيئة لان اذا هناك من يقول بان ايضا المجموعات الضغط مجموعات السلام مجموعات الخضر ارادت من موضوع البيئة شعارا تستطيع من خلالها ان تنفذ الى الجماهير وتحقق اكبر دعاية لها وتبالغ في حجم الخطر الذي يتهدد البشرية من خلال الاعمال التي تقوم فيها على هوامش المؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة للدول الصناعية وما حصل ايضا في مؤتمر كوبينهاجن مؤخرا ما مدى تأثير هذه المجموعات وما مدى ايضا المبالغة فيما تطرحه من ربما تحجيم لخطر الذي يتهدد البشرية من التغيرات المناخية المنظمات هذه اللي يسموها انجي او هذه المنظمات الحقيقة المنظمات ما عندها اي اهداف او منفع ذاتية اسميها هدف ذاتي للمنظمة نفسها كل ما في الامر هي منظمة ينتمي لها مجموع كبير من المواطنين خاصة في اوروبا على سبيل المثال في بريطانيا عندنا منظمة اصدقاء الارض هذه منظمات اصلا تتحقق امور كثيرة في مجال البيئة وقاعد يسبب يعني كعامل ضغط على الحكومة البريطانية في سبيل انه تمتنع الحكومة عن مثلا قيام بعمل قد يؤثر على البيئة ومن خلال دراساتهم وارتباطاتهم هذه النوع من المنظمات وعلاقاتهم ببعض المختصين فيمنعون او يضغطون على الحكومات هذه ومنها كما في بريطانيا حتى لا تقوم بمقامة هذا المشروع مثلا على سبيل المثال مثلا قبل فترة او قبل السنة الماضية طرح موضوع انه اعادة بناء محطة كهرباء باستخدام الوقود اللي هو الفحم الحجري وقالوا بان الفحم الحجري اكثر ما هو يلوث الارض بغاسة نفسي الكاربون فردة الحكومة قالت نحن نقوم بتنقية هذا الفحم ونستعمله من استخدمه على الطريقة السابقة اللي كان القديمة ولدينا هناك مرشحات يعني فلترز ومعرف ايش فهذه الامور قد مماطن لوحدة ما يستطيع ان يحققها فهذه المنظمات تحقق هذا الشيء اما انها تهول وتروج لهذه الامور بالشكل الكبير لا طيب النتائج على الارض تقول بان مؤتمر كوبنحاق نجح في حشت عدد كبير من الدول اللي تتعهد بان تلتزم بالحد من انبعاث غازتانيكسيد الكربون مسؤول في الممتحدة قال 80% من الدول المساهمة في انبعاثات غازتانيكسيد الكربون التزمت بالحد من غازتانيكسيد الكربون ولكن البعض يقلل من هذه الالتزامات لانها لم يوضع لها اطر قانونية تلزم هذه الدول بما تعهدت به ما مدى امكاني وكيف تنظر لنتائج مؤتمر كوبنحاق لناحية الزام الدول بما اتفقت عليه اولا هو فعلا وضعوا خطوات ووضعوا هناك اتفاق اتفاق حصل والخطفاق من النقاط النقاط كلها موجودة واحدة من عدمها على سبيل المثال يعني دعم مسألة الفاينانس ما للتقليل نسبة المعاث الكربوني بالسنة عشرة بليون على مدى ثلاث سنوات هذه ثلاثين بليون على اساس ثلاثين مليار اقصد يعني بليون نسبة بالانجليزي بالعربي مليار بالنسبة الى حد سنة الفين وخمسين بالسنة مئة مليار دولار العفوان قصة الدولار مئة مليار دولار هذه كلها موجودة بس هم بيناتهم يحجون من اللي راح يدفع هذه زين اطر قانونية ما بها كما ذكرت نعم ماكو واحد ملزم قانونا بهذه الاجراءات طيب دعم الدول الفقيرة النامية احد هذه الاجراءات هو ان يساعدون هذه الدول حتى تكف عن عملية قطع ازالة الغابات المطرية كيف راح يدفعون كيف التنظيم هذا على اساس في المستقبل وفي المؤتمر قمة المناخ القادم في المكسيك 2010 في هذه السنة ما عرف متى راح يأخذوه قريبا عادة في نهاية سنة 2010 او في نهاية كل سنة فهذه راح يبدون الآن يبدون يتحركون على هذا الاساس انت دكتور في بداية الحلقة اكدت على اهمية ارتباط انبعاز غاز ثاني اكسرد الكربون بالتحديد نتيجة احتراق البترول وارتفاع درجة حرارة الأرض ولكنك ذكرت ايضا ان هنا غازات اخرى غاز الميتان وغازات اخرى ايضا لا تخل خطورة عن غاز ثاني اكسرد الكربون ما ماذا ربما خطورة اغفال هذا الموضوع في كل مدولات مؤتمر قبنهاج الحديد كله كان عن ضعف غاز ثاني اكسرد الكربون ماذا عن غازات الاخرى السامة ما هي تعتمد على الغاز الرئيسي اللي ساهم الغاز الرئيسي اللي ساهم في الاحتباس الحراري هو غاز ثاني اكسرد الكربون كم نسبة المساهمة نسبة المساهمة 50 بالمئة تقريبا والغازات الاخرى 20 بالمئة 10 بالمئة الميتان 20 بالمئة النايتروجين 5 بالمئة 10 بالمئة بخار الماء 5 بالمئة غازات اللي هي السي اف سي ايضا تساهم ب5 بالمئة فكلها مجموعة تصل الى 100 بالمئة والمدولات كانت على كل هذه الغازات الميتان ينتج من بعض يعني مو دائما ينتج ينتج من مثلا من مراعي الماشية في اوروبا ينتج بعد غاز الميثان ينتج بعض مصادر طبيعية يعني مصادر صناعية بس الكمية ليست بتلك كمية كبيرة يعني انت لو احنا استطعنا ان نسيطر على غاز ثاني اكسرد الكربون هذه الغازات تأثيرها لا يكون بهذه الصورة يعني هم اتفقوا الآن على ان احنا سوف لا نسمح بان تزيد درجة حرارة جو الارض اكثر من درجتين طيب ولكن دول النامية قالوا لا احنا نريد درجة ونص بس كيف كيف هذه الكيف خلوها قالوا نعطي تكنولوجيا وتقنيات وتمويل مالي فانانس يعني الى الدول النامية حتى تكف عن هذا العمل تكون بهذا العمل السيارة طبعا الدول النامية المفروض ايضا تقوم بعملية مراقبة السياراتهم الماكينات القديمة تحديث السيارات تحديث الانجينز كلها تريد شنو دعم لان اي مصنع يقوم بأي اضافات للسيارة في سبيل ان يقلل من الانبعاث الكربوني او الغازات هذه السامة اللي تأثر على صحة العامة هذه طبعا تجي على السيارة سعر السيارة ومن راح يأثر على السوق السوق راح يتوقف الناس راح ما تقدر تشتري هذه السيارة الغالية فهذه كلها امور يجب ان ينظروا لها تحتاج دعم من الدول الكبرى البعض ربط الاحتباس الحراري باحتباس سياسي موجود في ارويقة السياسة وخاصة لدى الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها من اكبر الدول الصناعية التي ينبعث منها غاز ثاني اكسيد الكربون الولايات المتحدة الامريكية كانت في المعاهدات السابقة معاهدة كويوتو لم توافق على ولم تصادق عليها وفي هذه المعاهدة رأى البعض انها كانت اكثر تجوى وايجابية في التعاطي مع خفض انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون لماذا وأنا أسألك هنا من ناحية علمية واقتصادية وتأويلات سبب معارضة الولايات المتحدة الامريكية بهذا الشكل المضي في الحد من انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون هناك في امريكا بعض المسؤولين السياسيين سابقا تحركوا ومنهم ألغور ناحية الرئيس الامريكي السابق والغور بدأ يوضح للعالم ان هناك فعلا ظاهرة احتباس حراري وارتفاع في درجة حرارة جو الأرض وبدأ يتحرك في داخل امريكا هذا اثر على الادارة الامريكية واثر على السياس الامريكان وسابقا كان يرفضون كيوتو يرفضون مؤتمر حتى مؤتمرات اللي قبلها في ريودو جانيرو في جنوب افريقيا حصل مؤتمر واخر شيء في بالي هذا السنة 2007 اعتقد في بالي كان الوفود عملت على ان يجب ان يشترك الوفد الامريكي في هذه المؤتمرات مؤتمرات قمة المناخ وبالتالي في ذلك المؤتمر بالي دخل الوفد الامريكي بشكل عضو كامل العضوية سابقا كان يمكن نحضر مراقب الان بدأ يدخل ونحن شفنا ريش الامريكي باوباما دخل في كومنهاقين وكيف كان الادور ويتحرك وهذا فبدأت تتحرك لان بدأوا يشعرون الامريكان هؤلاء كخطورة وهم اكثر من مساهم في مسألة الانبعاث الكربوني 25 إلى 30% فبدأوا وامريكا تستهلك كميات كبيرة من الوقود يعني من البترول سياراتهم ومصانعهم فهم يجب ان يتحركون الان هنا البعض ينظر الى ان الكوارث نظرا لانها كانت تحصل في ماكن نائية بالعالم ولم تحصل في اوروبا لم تحصل في قلب العالم لذلك لم يكن هذلك الاهتمام يعني هنا ما الرابط بين عدم حصول هذه الكوارث ناتجة عن انبعاث غازتان اكسود الكربون من الولايات المتحدة الامريكية واوروبا بتلك النسب الكبيرة جدا وحصول الكوارث في اماكن اخرى يعني حصول الفيضانات حتى ان بعض الجزر النائية في المحيط الهادي الان مهددة بان تغرق تحت المحيط نعم هناك عوامل اللي تسبب تغير المناخي قد تؤثر على الكرة الارضية يعني على اكثر مناطق العالم اجزاء كبيرة من العالم وهناك عوامل ايضا محلية ايضا هذه العوامل المحلية تساهم مثلا هناك مناطق مثلا فيها رياح فيها درجات حرارة اكثر تعتمد موقعها عن خط الاستواء قريب بعيد اين تكون قريبة من اي منطقة من مناطق الكرة الارضية مناطق القارية المدارات التي هي القريبة على القطب مثلا الدائرة القطبية الشمالية فهذه كلها لها تأثير فعندما تعصل في منطقة ولا تحصل في منطقة اخرى هذه الكوارث هذا لا يعني نذيك المنطقة ما فيه مأمن قد تصلها في يوم من الايام بس هذه اكو فيه عوامل محلية تساعد على حدوثها اضافة الى العوامل اللي هي اسميها عوامل عالمية تلاحظ ده تحصل يعني ما حصل من فيضانات في تلك الجزر جزر موريشيوس وفي جزر ناية في المحيط الهادي هل له علاقة مباشرة بالاحتباس الحراري ام ايضا عوامل محلية نعم هنا يقولون لا هذه مو مسألة محلية هذه المسألة هناك انصهار في الجليد ده يحصل ببطء وهذا ديرفع من منسوب مياه البحار والمحيطات فهذه قاعد تغرق الجزر ولهذا السبب من المسبب يجب ان يساعد هؤلاء عندما يرحلوا من هذه الجزيرة اين سيقتنون من اللي يوفر لهم الدعم الاقتصادي الوسائل العيش هذه كلها مسؤولية العالم يعني ليس مسؤولية الدولة معينة كل الدول خاصة اقول الدول الغنية الدول اللي تمتلك اقتصاد قوي امريكا اوروبا هي اللي ممكن تساعد هؤلاء اما الدول الفقيرة اصلا هي ما عدا قابلية ان تساعد اقتصادها ناقوس الخطر هذا ايضا دقه عديد من علماء البيئة تسعة عشر عالما من حملة نوبل في العلوم وفي البيئة جائزة نوبل قد وضعوا ما سموه ساعة القيامة ووضعوها تم تشغيلها اول مرة عام 1947 لتذكر العالم بمدى اقترابهم من الابادة الذاتية اذا استمروا في نمط حياة يزيد من تصنيع الاسلحة ويهمل الموارد الطبيعية ويتعدى عليها ما مدى خطورة ما تقوم به البشرية الآن من اهمال لاهمية وخطورة انبيعات غاز ثانوكسيلي الكربون على البشرية بذلك المعدل الكبير الذي تحدثت عنه 50% اذا لم يكن هناك تحرك عاجل فهل هناك ربما عمر محدود للبشرية اذا صحت تعبير او للحياة على الكرة الارضية انا ذكرت لك انه موجة حرب بسيطة حصلت قبل كثلاث سنوات في فرنسا مات ناس كثير في الشوارع لان نتوقع احنا درجات الحرارة ستزيد اثنين 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 اربع ربما خمس درجات ماذا سيحصل في العالم كله ماذا سيحصل سيحصل موت في الشوارع كيف الناس يمكن ان يدون عملهم وسيكون توزع هذه الارتفاع على كل مناطق الكرة الارضية بالضبط وبعد ذلك يعني اذا كان الدرج حرارة هنا 30 ستصبح 35 بالضبط فيضانات عاصير رح يصير عدنا تلوث اذا صار عدنا فيضان تتلوث مياه الفيضان مع مياه المجاري وتنتشر في البيت الان عدنا دول في دولنا النامية عربية وغير عربية عندما يصير مطر غزير تغرق البيوت تدخل الى داخل المنزل الى غرف النوم فماذا سيحصل لو هذه الكارثة استمرت حوالي شهر كيف سيعيش البشر اي مستشفى تبقى في ذلك الوقت اذا هذه الايات اليس بها اشارات للبشرية لكي تتوقف عندها وتعتبر وتتبصر وايضا تفكر في الخطوة الصحيحة التي يجب ان تأخذها بالضبط هو هذا الشيء المفوض يكون والناس اللي يوصلون الدول لما انتصل الى هذا المستوى من التقدم العلمي والتقني في كل مجالات الحياة حتى كما يقولون هم انه حتى يجلبون الرفاه للانسان يجب ان الرفاه هناك مشكلة في هذا الرفاه يجب ان يعالجوه فعدهم قابلية عدهم امكانية ان يعالجون هذه الامور لكنه ايش وقت عندما يدق ناقص الخطر بالشكل الكامل ذاك الوقت سيكون هناك تحرك فعلي وختاما ما هي مسؤولية الانسان العادي في هذا الامر هل له ايضا مساهمة في الحد من ذلك الخطر وابعاده نعم الانسان له مسؤولية كبيرة ان يحد من الاستهلاك لان الحكومة دائما توصي بعدم الاستهلاك الكبير في مجال الطاقة كهرباء غاز معرفة ايش هاي الامور لان هذه سوف ايضا تساهم في زيادة الانبعاث فالشخص العادي مهم جدا ان يستجيب لهذه الدعوات اذا هي مسؤولية مشتركة دكتور نعيم الانصاري الخبير في شؤون البيئة والثلوث البيئي اشكرك شكرا جزيلا اهلا بك كما اشكركم عزيزي المشاهدين موعدنا بكم يتجدد في الاسبوع المقبل اترككم في امان الله والى اللقاء اشكرك شكرا جزيلا اشكرك شكرا جزيلا اشكرك شكرا جزيلا اشكرك شكرا جزيلا